اشتركوا في القناة الذي كان قائدا لجيش العباسيين ثم اصبح ابنه ابراهيم واليا على افريقيا من طرف هارون الرشيد ثم استقل بالامر بعد ان حول العباسيون اهتمامهم الى المشرق عرفت دولة الاغالب اثناء عهدها الاول عدة ثورات قد اغلبها دعاة من البربر ثم استقر امر الدولة في عهد عبد الله ابن ابراهيم وزيادة الله ابن ابراهيم فبلغت اوجة قوتها ابتداء من العام مائتين واثنائة عشرة للهجرة غزى الاغالب سقلية ثم استولوا على مدينة بار في ايطاليا واجتاحوا روما ونهبوها ثم انسحبوا منها ثم غزوا مالطا بلغت قوة الاغالب حدا كانت معه كل الدول على ساحل ايطاليا تدفع لهم الجزية اما داخليا فكان الاغالب في سراع دائم مع الثورات ذات الطابع الديني كالخوارج او بدوافع من العصبية كالبربر بدأت مرحلة الاثول اثناء عهد ابراهيم ابن احمد وفيها تم فقدان بعض المناطق صالح البيزلطينيين والكولونيين ثم تمردت بعض القبائل على الحكم الاغلبي انتهت دولة الاغالبة على ياد الفاطميين وكان اخر ملوكهم ابو مضر زيادة الله الثالث بن عبد الله بعد ان دامت دولتهم مائة وتسع سنوات اشتركوا في القناة